الجهود المصرية نجحت لحد دلوقتي في ادخال تالت قافلة مساعدات لقطاع غزة المحاصر النهاردة دخلت 20 شاحنة وبكده دخل القطاع من يوم السبت لحد النهاردة 55 شاحنة لكن لسه في تقريبا 50 شاحنة تانين وقفين قدام المعبر في انتظار انهم يدخلوا ودول اللي جهزهم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي غير مساعدات تانية وصلت مطار العريش من شوية كده محملين ب38 طن من مواد الاغاسة جت في 3 طائرات من منظمة الصحة العالمية وتركيا وده طبعا غير 40 طن مساعدات وصلت من الكويت الهلال الاحمر المصري قال انه في 27 طائرة مساعدات من دول عربية واجنبية وصلت العريش فيها 700 طن من المساعدات لصالح اهالي قطاع غزة تم تخزينها تمهيدا لادخالها لاهالي غزة ده بيحصل في الوقت الاسرائيل منعت النهاردة دخول المصابين في غزة لرفح للعلاج وده اللي اكده اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء في مؤتمر والصحفي النهاردة وقال انه المحافظة متأهبة ومستعدة لتقديم كل الدعم الطبي لكل المصابين من اهالي غزة طيب معانا على تليفون الاستاذ عمر محمد مراسل القاهرة 24 واللي كان موجود في معبر رفح منذ قليل عمر قولنا الوضع ايه عندك دلوقتي سأله بسرخين يا فندي بسرخين سأله بسرخين سأله بسرخين سأله بسرخين عمر الوضع عندك ايه احكي لنا ايه الموقف ايه السورة عندك الموقف كان النهاردة السورة ان شاء الله يعني تم دخول عشر شحنات الى غزة من رفح معبر رفح العشر شحنات دول فيهم ادوية سيسمات طبية فيهم قزاء وصلع لان كان الحديث كان اول امس عن فكرة دخول مواد طبية فقط لأهو تم السماح بدخول مواد طبية ومواد قزائية وفي القليل العاجل هيتم دخول مياه لأهالينا السورة ان شاء الله التطور القادم ودخل داخل ثلاث ساعدات اللي بتخش من معبر رفح الى قطاع اشكرك يا عمر شكرا جزيلا من شاء الله يعني كل المساعدات بقى تبدأ تتوزع بقى على اهالي غزة بسرعة لانه يعني الوضع بجد بقى صعب جدا ومؤسف جدا في ضل صمت من العالم فاصل ونرجع نستكمل مصر جديد